مع صحتي اصدقائي جتروكم في فيديو جديد اليوم يا اصدقائي نفس مقارتي في العنوان اليوم في كايكزي اصدقائي درزتنا ايميل جديد فالديميل يتحدث عن تحديث الصين ايضا وغوسبجيل اللي درزت اليميل فشوف الفيدو اللي اخير ونشوف كل شي وشو ماوجود في الايميل وطبعا ايضا حطوا رايكات شبكوبر القناة وفعل الجرس ويما نبدأ شرط operation طبعا حاولت اصول جديد باس احسن ان هو كل احمر كان احلى لكن اوكي لازم اغير يعني مو ابقى على نفس الملابس فاوكي فهذه النتيجة ويش رأيكم لحدثها من فضله اللونه احمر اوكي ويس هذا اوكي واستخدامت هذا الارنب لانه فيه تغيير واشياء يعني فاوكي يا اصدقاء وخلينا نبالش بالايميل طبعا نشوفوا جوسبجل تقول انه هي لقت ورقة اخرى لهذا الكتاب اللي شوفناه دي شلمرة تذكروي يا اصدقائي لقت ورقة اخرى واذا انشية مكتوب فالصيني فااااااا لحتاج مساعدة يعني هي تحتاج مساعدة منه عمود انه انترجمها ونشوف شو المكتوب فيها طبعا هو في حاجة اسمها جوجل مرة قلناها يعني لسه ما تعرف اوكي فاااااا شفيها هذي شو او مي جود اوكي فيلا نكمل الايميل طبعا لازم نقوم في معين خلي نروح هناك الكرسي نجلس و اكمل احسن شي فيلا نستلق نستلق اوكي وصلت خلي نكمل خلي نكمل هسا الايميل هاي هاي الكاميرا الكاميرا لحظة لحظة شلون السيء او مي جود اوكي هاي شكل الحل الوحيد عمد اظهر على الكاميرا فلذلك يا اصدقائي ترجمتها آني في الصيني هي تشاط مكتوب في الصيني اوكي فهس رح اقل لكم شو المكتوب فيها بعد الترجمة بالعربية اوكي فالمكتوب يا اصدقائي خلي نقراها انتبهوا يا اقروا شو يعني اقصد افهموها اوكي فالمكتوب عندما يستيقظ ارنب الماء من سباته فانه يسيري سلطات السكان الجزيرة السحرية اوكي للمساعده فلما هذا الانب يعني يستيقظ من سباته رح يستخدم يعني شلون يطلب المساعده من السكان تباع اللعبة او يعني احنا اللاعبين اوكي اصدقائي رح يطلب منا المساعده فخلينا نشوف من اعماق الارض سيظهر درج كبير يحوم بقوة الحناصر طبعنا حقرلكمها كاملة بعدين توقعات اوكي فأول شي بعضين بعد ذلك بمساعدة السكان المدينة فقط يمكن أن أعادت القمر إلى موقع الصحيح في السماء فأنتم شفتوها سوياي وكتبوا أول شيء توقعتكم بالتعليقات وهم رح أقراها وهم رح أشوفها هل هي منطقية أو لا فأنا رح أحاول أن أتوقع أشياء منطقية وإن شاء الله تكون صحيحة أنواياكم توقعاتنا وإن شاء الله 100% هي ممكن 100% بس إن شاء الله تكون فيها أشياء صحيحة طبعا بالبدأ المكتوب أن الأرنب رح يستيقظ منسباته فالأنب يعني الماء يعرف هذه السنة رح يكون عن الأرنب نفس ما قلت لكم هو قلت لكم هالشغلة وتوقع لكم يعرف فرح يكون هالمرة عن الأرنب في هذه السنة الصينية وأيضا يا أصدقائي رح ينزلون أكيد أرنب ماء لأنهم مذاكرين عندما يستيقظ أرنب الماء يعني حالة من حالة هذا نمر الماء وخلي نكمل الإيميل وطبعا هو شين مكاتبين أنه عد يحتاج مساعدة من السكن تبع الجزيرة يعني قصدنا إحنا اللاعبين أنه الساعدة في شغلة زين أنت رح تسألون شين هي الشغلة اللي يكون إحنا ساعتها فيه أوكي تعالوا يا أصدقائي أراويكم طبعا كنا شفنا فيديو كليتش لما القمر اختفى فشوفوا الفيديو يعني هو كليتش أبو المصائب هذا أوكي دعم أنه يتساو حركات ورأساني يختفي وغير سوالف أوكي فهو بس ساو حركة في إيده اختفى القمر نهائيا يعني فنفس ما شفتوا بالفيديو أتقال كل شايفة يا أصدقائي فهو الأرنب هذا يحتاج مساعدتنا على الموج أنه يرجع القمر للمكان الصحيح في السماء أوكي لكن إحنا قررنا شغلة يا أصدقائي يقولون أنه رح يظهر درج كبير يحوم بقوة العناصر أوكي هذا الدرج يقولون من عماق الأرض زين بيا عماق بالضبط أنا ما أعرف لأنه مكان كبير فأتوقع يا أصدقائي هذا المكان اللي فيه ماء هناك خلنروح لأصدقائي ونكمل الإيميل على ما أعتقد أنه يقزون ذاك الماء فتعالوا خلق لكم توقعاتي هناك فيلا وصلنا وصلنا أوكي فأنا شنو أتوقع يعني ممكن هذا المكان اللي حاليا هو مزود زي هذا يعني ممكن ينفتح ويخرج منه درج أوكي هو هذا الدرج اللي قاعد يقولون عنه في الإيميل فممكن هذا الدرج شوي شوي يكبر بس شلون هم يقولون يحتاجون يعني هذا الأرنب يحتاج من عندنا مساعدة ويقولون أنه رح يحوم بقوة العناصر تعرفوا شلون ممكن ينزلنا ألعاب جديدة بكيك زي مثلا عن التراب عن الماء عن النار عن شغلة وهذا كل ما نلعبهن كل ما رح يطول هذا الدرج تذكرون زيرو غرافتي لما كان أكو يعني درجين الفريقين رح يلعبون وكل ما يلعبون رح يكبر الدرج تذكرون هاي الشغلة لو لا يا أصدقائي فيعني يا أصدقائي لازم أنه نلعب هواي زي زيرو غرافتي لما كان شوي شوي يكبر من كثر ما نلعب ونبيصل للمنطاد لكن هذا المرة رح يصير درج واحد فكلنا رح نشارك فيه يعني نلعب وهاي ورح نزوده كلنا ومعن طريقها رح نصل للسماء هالمرة للسماء مولة للمنطاد نفس قبل فهذا مجرد توقعاتي يا أصدقائي وإن شاء الله تكون صحيحة ممكن المكان مختلف مو هذا ممكن مكان آخر لكن بعد ما أعرف إن شاء الله ينزل التحديث ونعرف صحي يا أصدقائي هذا الكهف اللي سستونت شيء أقل لكم عليه ممكن من عنده رح يظهر هذا الأرنب لأنه مكان عبارة عن مينس ما تشوفون كله ماء حتى في بطة يعني فممكن هذا المكان حيفتح ويظهر منه أرنب أو ممكن ينزل في العروض بس ما أعرف فأوكي يا أصدقائي متحمسة صراحة لأني أخذ هذا الحيوان أريد أشوف كيف شكله بل كثير شكل مختلف عن نمر الماء يعني كشكله ألوان فأكيد يا أصدقائي بي كيكسي رح تنزل ألعاب جديدة من عندها رح نلعبون جميع نقاط لأنه كيد ما رح يبقون على الألعاب زي كريزيران وليعبة فريزنج فان ما توقع هالأشياء أوكي ممكن يضيفون باركور نفس التحديث الصين ذاك أو الكريزمس فممكن هذا الشي يصير ونلعب هام باركور نلعب الثانية ممكن بعض ما أعرف وما لحده السا ما ذكرين أي شيء بس قالوا أنه قوة عناصره أشياء هذا مجرد توقعات نفس ما قلت لكم انت شونو تتوقعون لحده السا أوكي ونشوف شنو بعد موجود أوكي كملنا من سلفة الدرج فنشوف بعد شنو أوكي يعني هو لما رح يكمل هذا الدرج بعدين إحنا من الساعدة يقول يمكن أن أعادت القمر إلى موقع الصحيح في السماء يعني نحيظر القمر من جديد ورح يكون كل شي طبيعي بس السؤال هو يعني هل رح يبقى كل شمس أو بس ليل أو حتى لو بس ليل بس ليل بدون قمر يعني بس نجوم مجرد نجوم بدون قمر فممكن هذا الأشياء بس أوكي نشوف لما يزر التحديث صراحة متحمسة أعرف هاي الأشياء يعني أريد أشوف جوابها وهي الرسالة الصينية كم منها هو هذا الإيميل بالكامل لكن لا تنسوا يا أصدقائي بيكا يجب أن يحدثنا إيميل اليوم في هذا يوم ثلاثة لكن بدأت صليل فاستعدوا يا أصدقائي لا تنسوا شوفوا الإيميل فعلوا جرس عمود أول ما ينزل تشوفوا وطبعا يا أصدقائي أحب أقول لكم ممكن الإيميل يكون عن صور التحديث لأن يوم 22 حل قرب وهو يوم 22 رح تبدي عندهم الاحتفالات هذول الصينيين وبس يا أصدقائي كان هذا في اليوم فلا تنسوا تحطونا لايك شكرا القناة وفعل الجرس وبس باي باي أحبكم